تابعة تغطية الصحف لمحاكمة دونالد ترامب وتداعيتها على حملته للانتخابات الرئاسية معنا في الستوديو الصحفي في التلفزيون العربية عبدالله الصعافين صباح الخير أستاذ عبدالله وأهلا بك صباح الخير فرح معنا نبدأ من المشهد العام عاد ترامب ليكون نجم الأعلام الأمريكي انشغلت به وسائل الأعلام انشغلت به الصحف التركيز على المشهد تم تغطية سفره من فلوريدا كما ذكرت الصحف إلى نيويورك تسلط الضوء على موكبه على تصرفاته على شكله حركات وجهه لماذا بدأ وكأن الأعلام اليوم يركز الضوء على هذه المشهدية بعيدا عن التفاصيل القانونية لهذه القضية هي علامة فارقة في التاريخ الأمريكي حدث غير مسبوك لم يسبق له مثيل منذ استقلال الولايات المتحدة عن الامبراطورية البريطانية في الرابع من جولاي 1776 أي قبل حوالي 250 عاما لم يحدث أن حوكم أو وجهت لائحة اتهام لرئيس سابق أو وهو في وقت خدمته هذه أول مرة ولذلك هناك اهتمام كبير هذا الحدث غير مسبوك لا سياسيا ولا قانونيا ولا قضائيا الحدث لم نسمع أصداء له داخل الولايات المتحدة فقط ولكن سمعنا أصداءه تتردد في أرجاء العالم كله الصحافة في العالم كله ممكن لا يوجد تقريبا صحيفة مهمة في العالم إلا تناولت هذا الموضوع مع اختلاف في درجات التركيز على هذا الحدث طبعا الصحافة الأمريكية لها النصيب الأكبر من هذا التركيز وخاصة صحيفتي نيويورك تايمز والواشنطن بوست إذا كان في مجال أن نلقي الضوء على كيف غطت نيويورك تايمز وواشنطن بوست هذا الحدث ليش اخترت هذول الصحيفتين أو أرشح هتين الصحيفتين لأن نيويورك تايمز صحيفة اتخذت موقف المحايد اللي لم يكن المناصر لتوجيه اتهامات للرئيس ترامب في حين أن الواشنطن بوست وقفت موقف المتشكك وأحيانا المعارض من طرف خفي لإجراء هذه المحايد قبل أن تتابع اسمح لي أن أسأل هنا عن الواشنطن بوست وهو ما ذكرناه وتحدثت أن محاكمة ترامب تنظر بتدهور السياسة الأمريكية ويبدو أن هناك في الصحف الأمريكية أيضا وصحح لهذه المعلومة وكأن هناك قلق ما بين صورة الرئيس بشكل عام وما بين هذه الهالة القانونية وسلطة القانون يعني كما قلت يا الواشنطن بوست تتميز من بين الصحف الأمريكية بأنها صحيفة تتشكك من البداية في جدوى محاكمة ترامب العنوان الذي حملته والذي تشيرين عليه هو ربما تكون هذه المحاكمة هي أدنى مستوى تصل إليه الساحة السياسية الأمريكية هذا ما قالته الواشنطن بوست لكن الأهم من هذا العنوان الحقيقة هو ما طريقة تغطية الواشنطن بوست للحدث يعني قالت في عنوان آخر رئيسي ومهم أن ترامب لا يعترف بأنه مذنب في 34 جناية في تزوير سجلات مالية طريقة التغطية فرح يعني أنا صورت المقال بالضبط وطريقة التغطية لاحظ بالدقيقة يعني مجموعة من الكتاب مجموعة من الكتاب وليس كاتب واحد تولوا عملية التغطية على مدار السعب على مدار الدقيقة وتم تغطية الحدث بكتابة شديدة يعود ذلك لأهمية هذا الحدث كما قلت تفاصيل يعني انتقال الرئيس ترامب وهنا يعود بنا هذا السؤال أسلوب التغطية بهذه الطريقة هل يجعل الإعلام الأمريكي يتخوف على السلطة في أمريكا من سلطة القانون أبداً نيويورك تايمز أكدت على أنه توجيه اتهامات للرئيس السابق حتى لو كان بمستوى رئيس سابق إلا أن هذا نوع من إنفاذ القانون وأن جميع المواطنين متساوين أمام القانون وأنها لا ترد بما يقوله الظمهوريون وأنصار الرئيس ترامب من أن هذه المحاكمة السياسية هي تركز على أنها تهم قضائية قانونية بحتة لكن بعض الصحف ركزت أو أبدت قلقاً لناحية أنها غير مقتنعة فعلاً بأن ترامب سيحاسب هذه الصحف اليمنية التي فعلاً اتخذت خطاً معارضاً لمحاكمة ترامب وخوفت الناس وتخوف من أولاً حالة الانقسام التي قد تحدثها المحاكمة وأحداثتها بالفعل على مستوى الشارع الأمريكي وثانياً تخوف من أحداث عنف قد يقوم بها مماصر ترامب نيويورك تايمز ركزت على مجموعة نقاط دعيني أسردها هنا في مقال سريع قالت أن أولين براك الألفين براك اللي هو المدعي عام منهات الذي يوجه التهم وألفين براك أيضاً نعوذ على المقاطع وأيضاً احتل صدارة كبيرة في عنوين الصحف تعلمين لماذا فرح؟ لأن ألفين براك هو شخصية قانونية لأول مرة هو أول مستشار قضائي يوجه تهم للرئيس ترامب ولذلك هو دخل نقطة بقعة الضوء السياسية وكان التركيز أيضاً على تسليط الضوء على لون بشرته على خلفياته وانتمائه السياسي هو مؤيد الرئيس ترامب وحملته الانتخابية يركزون على أن التهم لها دوافع سياسية وأنها ليست قضائية وأن ألفين براك أصر على توجيه هذه التهم انطلاقاً من انتمائه للحزب الديمقراطي وكونه من أصول أفريقية وكونه يساري إلى آخره لكن هذه الأحداث جعلت ألفين براك يتبوأ مكاناً بارزاً تحت بقعة الضوء دخل المعترك السياسي الأمريكي إن شئت شاء أو أبى وبطريقة صارت دي فاكتو هو دخل المعترك السياسي الأمريكي المحاكمة التي نتجت عن خمس سنوات من التحقيق تقول نيويورك تايمز جعلت يعني هي علامة فارقة في حياة الرئيس ترامب السياسية وتجعل يعني تجعله يدخل مرحلة من حياته لا يمكن التنبؤ بنتائجها ومآلاتها ثم أنه تشير أيضاً واشنطل بوست إلا أنه بعض مستشاري الرئيس ترامب بعض مستشاري يقررون بأنه قد يدان بتهم تزوير ملفات مالية عوضاً عن اتهامه بتهم أخطر من ذلك وهو الأمر الذي قد تكون عقوبة خمس سنوات في السجن هما يعرون أن هذا أمر محتمل ووارد ثم تقول الواشنطل بوست النيويورك تايمز أنه لرئيس ترامب خبرة في التعامل مع القضاء الأمريكي منذ السبعينات أو آخر السبعينات حيث وجهت له اتهامات ولكنه يعني عرف كيف يتحايل أو يقاومها ويحبطها وهو يأمل أن يكون هذه الحال هذه المرة وفي هذا السياق أيضاً وتأكيداً على كلامك سيد عبدالله أنه في الواشنطل بوست كتب جورج ويل أنه في حال لم يرشح الحزب الجمهوري دونالد ترامب للرئاسة فإن حقده قد يدفعه إلى العمل ضد المرشح الذي سيختاره الحزب الجمهوري ما المتوقع من ردود فاعل؟ المتوقع حدث الآن يعني هو اضطر المنافسون لترامب في الانتخابات التمهيدية داخل الحزب الجمهوري لاختيار رئيس مرشح للرئاسة اضطروا كلهم نيكي هيلي روندي سانتيس المرشح الأقوى المنافس لترامب داخل حزب الجمهوري وحاكم فلوريدا الحالي كلهم اضطروا إلى إعلان تأييدهم للرئيس ترامب في هذه الأزمة اضطروا للالتفاف حوله والتأكيد على أنها محاكمة سياسية وليست قانونية أو قضائية وهذا نجاح لترامب نجاح مبدئي يعني منذ إعلان أنه سوف يستدعى إلى نيويورك إلى محكمة منهاتن تمكن من جمع سبع ملايين دولار لصالح حملات الانتخابية هنا نعود إلى حيث بدأنا أن ربما الصورة الإعلامية التي استغلها ترامب يعني اليوم هو يلعب دور الضحية وهذا أيضا ما تحدثت عنه الصحف والصورة التي يسعى من خلالها إلى جذب المؤيدين وربما جزء من المعارضين بالتأكيد هو هذا يعني ما يريده وهذا ما تراهن عليه حملاته الانتخابية أنه لعب دور الضحية أنه استهداف سياسي استهداف غير مبرر لشخصية بهدف يعني هزيمته أو إلحاق الهزيمة به في الانتخابات القادمة أمام الرئيس الديمقراطي جو بايدن لكن هناك تطور مهم في استطلاع للرأي قمت به رويترز بيّن أن ثلاثة أرباع الحزب الجمهوري يرون في محاكمة ترامب محاكمة سياسية لاحظة ثلاثة أرباع يعني هناك ربع مؤيدي الحزب الجمهوري أو أنصار الحزب الجمهوري ربع جمهوريين في الولايات المتحدة لا يرون أن دوافع محاكمة ترامب سياسية ويرون أنها قضائية هذا واحد اتنين أخذنا على مستوى الشارع الأمريكي بشكل عام المواطن الأمريكي الآن يهمه الانترستريت أسعار الفائدة نسبة التضقم يهمه الاقتصاد يهمه ما يحدث لحياته اليومية ولا يهمه كثيرا يعني عجوز تجاوز السادس والسبعين من عمره متهم بدفع رشاوة لبائعات الهواء هنا وهناك هذه الأمور لا كهم المواطن الأمريكي بالدرجة الأولى وهذا ما يساهم في انفضاد المؤيدين من حول ترامب وربما يؤثر كثيرا في إمكانية ترشحه أو فوزه أمام المنافس الديمقراطي يعني تتوقع أن تؤثر هذه الحالة كلها على الانتخابات المرتقبة في عام 2024 ولكن بالعودة إلى الصحف برأيك ألا تعكز الصحافة اليوم المزاج العام الأمريكي ويبدو أن هناك كما ذكرنا في بداية حديثنا أن هناك تخبط في الصحافة الأمريكية إذا صح التعبير كلمة تخبط أن هناك توجهات مختلفة هو انقسام أو انقسام هو انقسام بين الصحافة مؤيدة للرئيس ترامب تؤيده بقوة ولكن هناك أيضا من داخل الصحافة المؤيدة للرئيس ترامب هناك نوع من محاولة النائب النفس إن شئتي ويمثل هذا الاتجاه محطة فوكس نيوز الينجينية المعروفة بتأهيدها لسياسات الرئيس ترامب وكان الرئيس ترامب دائما ما يشاهد فقط هذه المحطة عندما اتهم سي أن أن بأنها فيك نيوز بأنها أخبار مزورة كان يعتبر أن فوكس نيوز هي المحطة الأساسية لكن حتى فوكس نيوز في فترة أخيرة تتغيرت مع ترامب تماما تماما بدأوا ليقللوا من ترديد أو ذكر أو تركيز على أخبار الرئيس ترامب شكرا جزيلا لك هذا موضوع نقاش طويل قد لا ينتهي إلا من انتهاء الانتخابات المرتقبة في عام 2024 سيد عبدالله صعفين كنت معنا